اليوم عندما نسترجع حجة الوداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطبة عظيمة جدا الخطبة التي ما زال الناس إلى اليوم يتفكرون في معانيها ويتحدثون عن معانيها المتقدمة عن زمن متقدمة عن زمانها بشكل كبير جدا بمفاهيم اليوم نحن ندرسها اليوم نحن نعرفها بعد التقدم البشري الكبير هذه الخطبة اشرح لنا المشهد شخ عائض كيف كان هذا المشهد العظيم ونحن نشاهد اليوم حجاج بيت الله الحرام وهم يقفون نريد أن نتخيل مشهد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وقف في نفس ذلك المكان شكرا لك على هذا السؤال لأن خطبة صلى الله عليه وسلم هذه تاريخية أسطورية يعني بمفهوم العصر تعرف أنها ترجمت بكل لغات العالم وكتب فيها باحثون وبحوث جامعية من تصور هذا الإمام العظيم الذي لم يقرأ ولم يكتب وما دخل مدرسة ولا كلية ولا أكاديمية ولا جامعة وما رأى سبوره ولا طبصوره ولا قلم كان نايم قبله ترى في ميناء أرتح صلى الله عليه وسلم لأنه جاء قصدي في نميره جاء عليه الصلاة والسلام من ميناء و لما أتى صلاة ذور صلى بالناس جمعا و قصرة دلف على الناس الآن ليس هناك عناصر ولا تحضير وليس هناك طبعا إنسان قرأ في كتب أولف من الليل لأن أمي لا يكره الكتب وما كنت تتلم من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المقتلون ما فيه وقف أمام الناس فتكلم بقضايا العصر التي يعيشها العالم الآن حتى مجلس الأمن هي القضايا التي تدار في مجلس الأمن و المحافر الدولية و حقوق الإنسان و الجامعات العالم و المحافر الدولية و البرلمانات العالمية هي القضايا الإقرام أولا نتكلم عن التوحيد صلى الله عليه وسلم هذه رسالته الوحدني له لها معبود بحق إلا الله و هذه رسالة الأنبياء ربكم واحد لا إله إلا هو سبحانه لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لا شريك لك لبك الثاني أكلم عليه الصلاة والسلام عن إخاء الإنساني و عن التسامح كلكم لآدم و آدم من تراب لا فخضر لعربيين على عجمي ولا عجمي ولا أبيض على سود و هم أمامه السود و البيض و الآن هم موجودين و يسمعونه و البيض و السود و لذلك يبكون الآن في كل مكان و هم يسمعون خطابه و كأنه تكرر عليه و خطبانه يأخذون كل يوم سطر بس عبر التاريخ سطر يوم عارفة أو سطرين من خطبته لينويرون و يعطرون بهذا المشهد العظيم و يشاهدون و يبكون و يقول كلكم سواسية و كما قلتنا بلال موجود و سلمان الفارسي و الصهيب الرومي و عمر بن الخطاب و العرب و الأكراد يقول كلكم لأهدم و أهدم من تراب لا فضل عربيين على عجمي يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبة و قبائل تعرفوا إن أكرمكم عند الله أتكاكم التعرف وضع معيار أن معيار الأفضلية التقوى الذي يميزهم عند الله التقوى الأكرم له سبحانه ليس الجنس ولا اللون ولا النسب ولا الأسرة ولا القبيلة ألغى العنصرية القبرية و التحزم و الطائفية ألغاها حطما أصداري سلم و العرقية و العرقية مثلما حطما الأصنام في الفقرة الأولى لا أنا متعجب أنا شيخ أكرر الكتاب و يوم رحت سافرت و إذا مترجم بكل لغات العالم الخطبة كيف أنه متسلسلة فيه قضايا عظيمة حتى ما جاء أصداري سلم تتكلم عن اللحية أو السواك أو الوضوء القضايا التي يمر بها العالم الآن الأزمة العالمية تتحددين في هذه قضايا الخطبة الثاني أتى بالدماء و حرمة الأعراض و الدماء دماؤكم و أموالكم عليكم حرام و حرمة يومكم هذا في بلدكم و حرمة الدماء و الأموال و الأعراض أكبر قضية في العالم الآن هو ما جاء الغلو و التطرف والإرهاب إلا لأنه انحرفوا عن هذا المنهج السوي لتابي أصداري سلم الاعتدال وسطي التحريم حتى يقول ابن خلدون و ابن مسكو النوع أصداري سلم يحفظ النوع البشري شوف النوع البشري و حفظ الدماء بهم أصداري سلم أنت من هذا انتقل إلى المال العام و صيانة المال العام و عدم اللعب به و أن الأموال المحرمة قال أول مال أضعه مال العباس تحت قدمي هذا نعمه يعني مال الربا أو نأخذ من المال العام قال أضعه تحت قدمي هذا و أبطل دماء الجاهلية الثهرات القبلية يعني ما عاد فيه و أول دم أضعه يقول كذا هو بخطبة سطعت القلوب وصلت إلى الروح تدخل عليهم في الخيام تتسرب تدخل عليهم كذا خطبة 120 ألف كلم في خيمته أسمعهم الله صوته أول دم أضعه دم عبيته بالحارث ثم أتى إلى لماذا بدأ بأبناء بيته هنا علشان يقال الناس أنه قدوة يقول أنا بيتي أبدأ به ما هو أنت أبدأ في الدماء الدماء الجاهلية أبطلها الدماء الجاهلية أبدأ بالحارث لأنه بالحارث يعني ابن عبد المطلب ابن عمه و العباس عمه يقول أول مبدأ والمال العام اللي يلعف فيه بار العباس أبدأ به تحت قدمي هذا يقول هو و يخطب على الصرص بصوت جهوري و فصاحة لم يتلعثم في حياته ولا حرف حتى يقول شوقي فما عرف الفصاحة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتاب ولا تلعثم في حرف ولا توقف في كلمة ثم انتقل إلى حق المرأة إنه النعوان عندكم تكلم عن المرأة وتعظيم المرأة واحترام المرأة الله الله في النساء شكائك الرجال و كله صلى الله عليه وسلم هو يعيش أب و زوج و ابن عليه الصلاة والسلام فهو أبر الابن و أبر الأبا و أبر الأسواج ماذا يعني أن تذكر المرأة في يوم عرفة في يوم مهم في خطبة مهمة تاريخية سيخلدها للأجياء إظام حق المرأة و لأنها ضعيفة مسكينة و سوف تظلم عبر التاريخ و ظلمت في كل الأمم و ما أنصفها إلا حكم الإسلام إنصافا عالميا و لذلك حق الرسول الله شوف ترك القضايا الأخرى مثل وضو والطهارة و زكاة الفطر و ما جاء بالأشياء تفاصيل شوف بعد الرابع حق المرأة و يتكلم عن المرأة صلى الله عليه وسلم و يعيشها أمام العالم و هل نقلت في التاريخ المرأة بالذات لأن المرأة والله ما يقولها والله إن رجل لا يحترم المرأة ليس عنده احترام و إن رجل لا يكرم المرأة إنه لئيم و ليس بكريم و إنه لا يعيش رجوله ولا الإنسانية لأن حقك صلى الله عليه وسلم هذا المعنى أن ما أكرمه لا كريم الله الله في النساء أنهن شكائك الرجال رفقا بالكوارير خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي ثم انتقل عليه الصلاة والسلام إلى أن تكلم عن الأخلاق العامة تكلم عليه الصلاة والسلام في ذا كريم هي وحول عصر القضايا عن تبليغ الرسالة قال أيها الناس إنكم مسؤولون عني وأنا مسؤول عنكم فما أنتم قالوا سكت قالوا من الموقف كلهم من يوعي سنة نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فرفع سبابات قال اللهم فاشهد أيها الناس لعلكم لا تروني بعد عامي هذا فبكى البكاء الموقف بدأي بك لننخل حجة الوداء عندك شوية وقف عليه الصلاة والسلام وفي آخر الخطبة وإذا بجبري ينزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام هذه معجزة الآية في رفضها وفي خطابها وفي بيانها وفي أسرها وكيف أنه جاء معك اليوم أكملت لكم دينكم يعني ما في اكتراح وحتى تتكلم صلى الله عليه وسلم لا يزاد في الدين يقول من الدرس الذي أكملت لكم دينكم لا يجي وحد يضيف لنا في الدين هذه نقطة نهاية نهاية من يقول صلى الله عليه وسلم من عمل العمل ليس عليهم فهو رد من أحدث في أمر هذا ما ليس عليه فهو رد لا يكترح شيخ ولا مفتي ولا إنسان ولا فيلسوف ما كامل الشريعة وأتممت عليكم نعمتي لا بد نعرف النعمة التي قلتها قبل قليل ما هي النعمة عليك النعمة أنك تصلي النعمة أنك مؤمن أنك تزكي أنك طاهر أنك بار والدين أنك وصول رحم أنك خلوك ما هي النعمة أنك تجمع لك قصور ودور وحدائق ورصد البنكية وأن تعيش نفس البهيمة الحياة الحيوانية منكوس الفطرة تحارب الدين تحارب لا إله لله تحارب الفطرة تحارب رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ليس للوالدين احترام عندك ولا القرابة ولا المثل العليا هذا النعمة التي قدمها عليه الصلاة والسلام في مشاهد أخرى في الحج لكني أريد أن أقول للناس أن خطبتهم صلى الله عليه وسلم هي أن يبراس أنا أدعو طلبة العلم أدعو المثقفين أدعو كل الأمة أن يقرأ خطبته الصلاة والسلام ومعرفه ثم العجيب يا حبيبا كيف هذا الإيجاز والبلاغ فيه الصلاة والسلام وكيف رتب هذه الأفكار السبحان الذي أعطاه وخطب الناس فمات الأعثم وثم لما انتهى جاء يسرحون العلماء عبر 14 القام فوجدوا أن كل قضية مصيرية عالمية أتابعها الصلاة والسلام لمسألة الحروب حلها الصلاة والسلام مسألة التمييز العنصري موجودة ظلم المرأة موجود حقوق الإنسان المال العام الفساد ومواجهة الفساد العدل والظلم أتابعها الصلاة والسلام الوحداني التي هي الأدية أكبر قضية بدأ بها صلى الله عليه وسلم تبليغ الرسالة والدين للناس مسألة الإخاء الإنساني الإخاء الإنساني لأن بعض الناس يقول لا مدام مسلمين تقاتل كل كامل لا لا هناك إخاء إنساني هناك تعارف بين البشر ما أعتدى عليكم فأعتدوا عليكم ما أعتدى علينا لا نحن نعيش لا بد أن نعيش السلام العالمي على كوكب الأرض وعلمنا صلى الله عليه وسلم العجيب أن الآن قالها صلى الله عليه وسلم لتتعارفوا يقول إنا خلقناكم من ذك وأنثى واجعناكم شعوبة وقبل يتعارفوا فيها ثلاث رسائل وهي ثلاث تفاسير مثل ما قال من العاشور وغيره